اهلا بيضا موضوعنا النهاردة موضوع غريب جدا وعجيب مراتي اتجوزت علي طبعا حاجة غريبة جدا وحاجة يعني اي انسان يستغربها ايه التفاصيل وايه الموضوع معانا مدخلة تليفونية من الزوج اه اه الو السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حضرتك اه كده معانا اتفضل اه الناس حابة تعرف ايه تفاصيل الموضوع اه 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 في الاساس كانت ام ايالي انا متدوزها من اثنين وعشرين سنة تمام حضرتك متدوزها من اثنين وعشرين سنة تمام اه اه ومخلف منها تلت بنات وولد تمام يعني حضرتك معان منها تلت بنات وولد اعمره ايه تلت بنات والولد اه عندي البنت الكبيرة اه اثنين وعشرين سنة ومتجوزة ومخلفة تمام وعندي بنت تاني عندها سبعتاشر سنة تمام وعندي بنت تانية اه تاني عدابي تمام وعندي ولد اه عنده عشر سنين ربعة تباية تمام تمام طيب اه 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 اللي حصل بقى تفصيلا ايه بالزبط اه اللي حصل بقى ان جي من عشر سنين اه يعني ما حصلش نصيب وان انا طلقتها من عشر سنين تمام وان اه رحة تتجوزت اه في بورسعيد قصير رحة تتجوزت اه وان اتجوزت ا قبل افضاع بورسعيد ده وتقالت مع سنة اه ياان اتجوزت حد قبل اخلا وهو تقالت مع سنة وبعدين اطلعت وتتجوزت في بورسعيد اه اتجاوزت طوحي في بورس عيد اسمه احمد السيد عوام تمام فقال هو موظف السكة الحديد بتاع بورس عيد تمام 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 وخديدت منه بنت وكده يعني تمام فاجي من اه من حوالي خمس شهور كده تمام لقيت اه هنا في البلد عندنا يا اسمان اجلاء علي برامة علي نجمة من شبلانجة من اليوبي تمام يعني هي عن نفس المحافظة بتاعتك لا انا مش شرية بس احنا القرية بتاعتنا جنب القرية بتاعتها على طول اه يعني مفيش صنة قرابة بينكم يعني لا مفيش صنة لاي قرابة بس القرية بين جنب بعض دي يعني يوبيع دي شرية بس القرية بين جنب بعض تمام لحظة خليت معا اه تمام اتفضل اه جيت لقيتها كانت جاية السلف من فلوس وكده وقالتلي ان هي منطلها بقالها تلات شهور اطلقت من احمد السيد عوض دوت اللي هو في بورس عيد ده اللي هو الجوازة التالتة بالنسبة ليها اه الكلام ده كان من حوالي قد ايه فترة قد ايه يعني من شهر 12 اللي فات اللي هو عام 2001 يعني شهر 12 اللي فات انت فجأت بيها ان هي جاية اه محتاجة فلوس سلف صح اه محتاجة فلوس ومحتاجها وغضا عشان هي مطلقة و اه ومش لايه يعني اي مكان تورد فيه و اه هو مشاء وخلاص اه حضرت بعد ما طلقتها تجوزت ولا ما تجوزتش بعد ما هي اه لا انا تجوزت مرة تمام وما حصلش نصية مرة واحدة انا تمام هي جات عندك وقالت لك ان انا محتاجة منك فلوس سلف طبعا هو كل الكلام على مسئوليتك يعني انا نشترف في الموضوع وحق الرد مكفول اه ولكن اه عاوزين نعرف تفاصيل والناس عاوزين نعرف تفاصيل اكتر عن الموضوع اه احنا وصلنا ان هي جات عندك وطلبت منك فلوس سلف صح كده؟ اه تمام فانا يعني هربت عليها الجواز وكده بدل ان هي مثلا يعني هاتبها في الشارع و اه ومالهاش اهل ان هما يهوها وكده تمام وصابت علي و اه وولت عاف الله عن مسالة فيها من صغيرة يعني عندك انه واربعين سنة تمام وولت هاتبها في وسط ولادها وكده و اه وناخد فقا صواب برضي طب هي قالتلك ان انا اطلقت اه هي قالتلي ان هي اطلقت شفت معا مستنف قانوني اه زي وصيخ الطلاق اه تأكد كلامها والله هو انا ما شفتش بسي جوز بنتي اه 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 فجيت وولتلك خلاص نتجوز قالتلي نتجوز هورفي تمام تمام عشان اعمل معاش تضمن اجتماعي وعشان اعرف اجيب بنتي وبعد كده نتجوز راسي